بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراف مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم واشلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فمشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة لجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعلم الذي فضرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد للرحمن بضر الله بضر الله تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل لخل الشنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنسنا على قومه من بعده من جرد من السماء وما كنا منظلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإله خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يغتعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نقيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلف منه النهار فإلى هم مغبئون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد دناه منازل حتى عاد فالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تذذب القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية له أننا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغذقهم فلا صيخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفة لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معربين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعوا من لو يشاء الله أتعب إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون ذو سيتا ولا إلى أهلهم يرتعون ونفق في السور فإذا هم من الأجباث إلى ربهم ينسلون قالوا يَا غَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعْذَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحابا شنت اليوم في شغل فاكمون هم أزواجهم في علال على الأرائك مرتكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدف مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جملا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لضمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يغتعون ومن نعمله النكسه في الخلق أفلا يعاطلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذك وقرآن مبين لينذر ما كان حيا وحق القوم على الكافرين أولم يروا أما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون فذل الله لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارع وفلا يشكرون واتخذوا من ذون الله يا لهذا لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جرد محضرون فلا يحزن كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يحللون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من ندفة فيلا هو خصيب مبين وضروا لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العمام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضرنا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت قل بشيخ وإليه ترجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر